تعالوا دروح للسوبر السوبر ما كانش سوبر في واحد بس اللي كان سوبر اسمه عبد الحميد باسيوني كل الاحترام له هو التقدير هذا الرجل اللي بامكانيات بسيطة وبلعيبة نصها مش معروف وبفرقة من غير خط هجوم بفرقة من غير خط هجوم وبلا خطورة ولسه متجمعها من اربعة ايام بس الصفقات الجديدة والناس اللي ما شافتش بعدها قبل كده ولسه متبلغين من اسبوع بس بماتش السوبر ما كانوش مجاهزين له ورغم كل هذه الصعوبات استطاع انه يعمل مبارح ملحمة دفاعية ممتازة يمركز فيها اللعيبة بشكل عبقري يفشل ويجهد كل نقاط القوة بتاعة النادي الاهلي والسيناريو اللي حطه واشتغل عليه هو اللي حصل قال لك انا مش عارف اكسب الاهلي في 90 ديئة فمد الموضوع لمية وعشرين ديئة عشان كده ده انطلع الجيش كان معترض في اللايحة بتاعة مباراة السوبر اللي ما فيه اكسترا تايم قال لك كل مباراة السوبر في العالم 90 ديئة وبعدين پنالتيات لانه كان عايز يوصل الى پنالتيات عشان كده حتى لما ممتش خلص بصوا في الفيديوهات حتلاقوا محمد بسام قبل الپنالتيات محمد بسام بيدحك اللي هو حارس ناري الطلاق بيدحك ليه لانه اللي عايزينه حصل خلاص انا وصلت اللي انا عاوزه واللي كنا بنتضرب عليه طول اسبوع اللي فات ناري طلاق الجيش ما كانش بتضرب على رجل الپنالتيات عسى ان يصل اليها وقد وصل لانه ربنا عادل ولكل مجتهد نصيب فحصل ووصل ورغم تألق الشناو في الپنالتيات وطلع اثنين لكن محمد بسام طلع ثلاثة وعشان كده فازل طلع الجيش وبالمناسبة مليون مبروك لطلع الجيش مليار مبروك لطلع الجيش البطولة الاولة عارفين يعني ايه بطولة اولة في تاريخ اي نادي دي وقعها بمقام ميد بطولة عند نادي واخد على البطولات فعشان كده انا عارف الفرحة الكبيرة في هذه المؤسسة المحترمة المؤسسة العسكرية ونادي طلع الجيش اللي كمان سبحان الله يفوز باول بطولة في تاريخهم بارح اليوم نفس اليوم الذي رحل فيه مؤسسه مؤسس النادي المشير تنطوي رحمة الله عليه فالحقيقة يعني مليون مبروك لطلع الجيش والله رغم اهلويتي الحزينة الان لكن ده لا يمنعني ابدا من تقديم خالص التهنئة لنادي طلع الجيش كالقيادات ومسؤولين ولعيبة وجهاز فني على الملحمة الممتازة اللي عملوها مبارح ويستهلون يستهلون تعال بقى تعال بقى ما نشوف القصة مع الاخ المسيماني عاملة ازاي سبحانه مغير الاحوال من حال الى حال وشوف افريقيتك اسدقك اشوفك في الدوري استعجب انا ابتليت احس ان في نسختين من مسماني في نسختين من مسماني مسماني العادي ومسماني بشرطة مسماني اللي في افريقيا بيدين المباريات بعبقرية وحرفية وتقنية بيشهد لها الجميع يعني مش كلا من الوحدي كل الناس حتى غير الاهلوية شافوا البطلطين بتو افريقيا اللي فات وقالوا الرجل ده مخلوق عشان يدرب فرقة تاخد الشامبينز ليج في افريقيا تفرجوا على ادارته المباراة مباراةي الوداد مباراةي النجب الساحلي مباراةي سانداونز مباراة كايزر تشيفز اللي في النهاء ده مباراة الزمالك ادارة ورؤية فنية واختيار تشكيل صح وتغييرات صح وتحس ان هو قاري الماتش قبل ما يحصل عبقري زت يركب الطيارة ويرجع للدورة المحلي او المباراة المحلية المسلماني بشرطة واحد ناسي الكورة وناسي التدريب عنده مشاكل في قراءة المباراة بشكل فضيع ومتردد فيه القرارات اثناء الماتش التشكيل في البداية فيه مشاكل وتصليح المشاكل بتيجي بمشاكل مباراة الحقيقة اداء باهت جدا على فكرة انا ما عنديش مشكلة ان انا نخسر مفيش حد في الدنيا ما بيخسرش بس عندي مشكلة ان انا ما حاولش اكسب مباراة الاهلي ما حاولش يكسب مباراة الاهلي كان الاكثر استحواذا والاكثر سيطرة والاكثر امتلاكا للكورة بس بس لكن مش الاكثر خطورة مش الاكثر فرصا مش الاكثر كده بدليل ان المية وعشرين ديئة فيهم فرصة او اتنين اللي ينفع يتقال عليهم ان هم فرص لكن على الجانب الاخر طلاق الجيش اه ما كانش الاكثر استحواذا ولا الاكثر سيطرة ولا الاكثر فرص بس كان الاكثر رغبة والاكثر عزيمة والاكثر قتالا على الكورة والثلاث عناصر دول لو توفروا في اي فرقة يغلبوا اي فرقة حتى لو بيلعبوا برشلونا لا بلاش برشلونا دلقت عشان بعافية شوية حتى لو بيلعبوا بيرن ميونيخ او تشيلسي او ليفاربول او باريس سان جيرمان لو لعب الكورة مهما كان ميسي بس نزل من غير الرغبة والعزيمة والقتال على كل كورة يفقد تسعين في المية من مهاراته ويتحاول الى لعب عادي اللعب العادي اللي قدامه بقى بالعزيمة يتفوق عليه عشان كده كان فيه مشكلة مبارع عند لعبت الاهلي على مستوى العزيمة والرغبة وعلى مستوى مسيماني والجهاز الفني في ادارة المباراة بشكل انا مش عارف يعني انا بمحبش اخش في النواية لان النواية لا يعلمها الا الله بس هل هم كانوا ضمنين المطش للدرجة دي كانوا حسين ان المطش سهل للدرجة دي لدرجة انه مسيماني مكنش الان واللعيبة مكنش الانة مع مرور الوقت وان احنا بنمشي والوقت خلص والتسعين خلصه والمئة عشرين خلصه محسيتش بقلق على لعبت الاهلي محسيتش بقلق على مسيماني حتى لو موصلت دربات الجزاء هل هم فهمين دربات الجزاء خلاص بقت مضمونة زي ما كسبنا الكاس من طلاق الجيش برضو بضربات الجزاء وكسبنا بالمراس في كاس العالم الاندية في البرونزية يبقى خلاص اي ضربات الجزاء هنكسبها عشان عندك حارس كويس بس الشناوي لا او ربنا مبارح قالك اللعيبة الموهوبة في ضربات الجزاء بزاية هي اللي حتضيع والحارس بتاعك هاجبلك حارس موفق عنه في ضربات الجزاء اسمه محمد بسام الشناوي صد اتنين وبسام صد تلاتة فكان لازم العقابي يأتي من جنس العمل انت استهنت ومشتبه تغلتش للمطش واللعيبة كانت نازلة بتتمشى وبتلعب باريحية كأن الجون هيجي في اي وقت فكان لازم العقاب ييجي لازم لان ربنا عدل ما نرداش بالظلم ورغم حزني الشديد كاهلاوي على الخسارة وان ده لقب سهل جدا في حد في الدنيا يقولك تسحى الصبحية قبل ما تتغدى انزل لعب تسعين دقيقة وخد لقب في حاجة كيلة في الدنيا لقب سهل وعظيم وفي المتناول وفرقة قدامك لسه ما فياش تجانس وما فياش خط هجوم خالص وبتاع يعني بطولة جاي لك على التبطاب وانت اللي تنازلت عنها طوعية فرغم حزني الاهلاوي الشديد بس انا فرحان اللي ده حصل في بداية الموسم عشان يبقى صفعة قوية تفوق بس خدوا بالكم الصفعة القوية اللي تفوق ما ينفعش يجي بعدها صفعة تانية لانها ساعتها مش هتفوق ساعتها هتروح اشتركوا في القناة